طلع الليلة خبر برضو أنا بشوفه داخل أنه حنانه بنخر مشت في يوغندا تطلع جواس قال لا يتي محظورة من الجواس وده الصح كيف انت تتدي لك واحد ضد الجيش وبتدعم الجنجويد جواس كل ما حنانه بنخر برا كل القحاحيط كلهم بمهديهم بميرغانيهم كلهم رمام دي لا يزول بيد عينتوا جواس سوداني علاقته شنبه هو زواقف ضد الدولة السودانية تتدي جواس ممنوعين رسمي شعبي يمشوا فتشوا لون دولة تدون جواس يمشوا شوفوا لون دولة تدون جواس يمشوا دولة يحترموها تدون جواس لكن السوداني الجواز السوداني ما يدون لهم بتتباقي قالت بي حاربوا فين يحاربوا فيك شنو انتي انتي موقعك شنو من الإعراب قعد في يوغندا دي افتحي لك بيت وهناي وورفة بتاعت هنا واشتغلي حاتي وظيفتي اشتغلي لقاطي مصاريفك مالك مالا السودان اشربوا من البحر اشربوا من البحر بمكنوا تمكين والدولة الان حاجة فيها تمكين وده الحقيقة ولا في ذول بيقول يحليكم ولا في ذول بيقول والله يقسيت ولا في ذول ولم نتكلم لانه شوفنا بعيننا اخر الانفلات واخر عدم وجود الامر وغرفة الاشباح شوفنا الصعاليك بيقى عندهم كلمة وشوفنا الرمن بيقوا ناس وشوفنا الوسع بيقى يتكلم شرف عشان كده بنقول اليكم ما فيه خلاص زمن الفوضى انتهى زمن اللف والدوران انتهى البلد دي ما دمرتوها يلي انتو ومعه ازيتون يلي انتو الان احنا ماشيين ننتصروا امز حارس شنو الجنجويد لو فيه الناس دنيا كلها شايفوا الضباط كلهم رأيهم واحد انه يتقدموا وكل الاستخبارات تعليمات اوعدها انه ما في حاجة ليه الغرار مدخر انه السبب شنو انا سؤال لا بوجهه لحسين مباشرة انا سؤال بوجهه لحسين مباشرة الحسين مباشرة ندقعت الغيارة ذا انا بوجهه له سؤالين السبب شنو انت ما شايف ذرا ولا عرف الحاصل شنو والناس كلها عارفين وانو الناس اذي الناس مدرمان يفتحوا الطريق اسبuaق واحد صحوا الطريق انت متأخر فيها ليه في شنو الماسك منو غيرك ما Here's No انت الماسكواوا معاك الشام Haut معاك الغرفة اللي ما عاد فينا جوه في منه هالغرفة دي جوه قاعدين فيه منه القصة يا محر بنت انتصرتها وقوم بارك الله فيه هالقصة معها القصة انتهت لكن القصة الآن دارين فلاصة القصة دارين نمسح ننشر الارتكازات في ناس ماسكين القصة في ناس ماسكين وفي ناس بيحاسبه وفي ناس لما تعمل الحاجة وتطبي حاسبه في حاجة غلط لو قلت لك ما في حاجة غلط يكون كذب لو قلت لك الناس ما منتصرين علينا ولا حينتصروا علينا اليوم الدين الجيش ده بـ 3800 انتصر على 4060 أخ الشايف حمدتي معاه ديل ولما ديل ديل كانوا موزعين في السوق العربي وحوالينا الغيادة بيكيد تشتت الملح ما يقع في الوطن ما قدروا دخلوا جوه الغيادة العام جوه كيدا داسوا الغيادة نجسوا ما قدروا 3800 جند سوداني من ضابط لجنده 3800 سوداني من ضابط لجند ديل الجنجويد ما قدروا دخلوا جوه 4060 ألف ما قدروا قاموا جارين الجري ده من أول يوم شفت الجري من أول يوم من أول يوم الجري من أول يوم هم جارين اجو الجنجويد ينتصر علي بيكيكل وبلبيشي والله إلا كان أنا مجنون وغسما بالله لو صدي كلام زي ذا إلا أكون مجنون مجنون عديل رسمي شعبي مجنون أصدق البيشي وكيكل ينتصروا علي جيشنا جيشنا الملبي ينتصر علي بيشي وكيكل وغسما بالله الجيش ده لو ما مكتفوا مربط من الجنجويد الفوق وحاط الله زمان وكيكل كلهم كانوا دنيا زي ودي الحقيقة الناس تعرفة لو أنا قلت لك غير الكلام ده أنا أكون والله العظيم بهم في جيشي لو قلت لك إحنا ما قادرين أنا والله بكون بهم في جيشي لو قلت لك جيشنا ده ما بيقدر والله أنا أكون كضاب ومنافق لو قلت لك والله دي كده رجال الناس ده والله يكضب والله العظيم أمر غيادة مكتف الناس غيادة تكتف للناس ما أمد ديون حريتهم يتحركوا لكن دي المجن للناس يمكن يبقى يا خلالناسة مثل أنا قرت لكم بتاع محمد سليمان النغيب محمد سليمان قال لك الغوة الصليبة حقتهم الناس الزماني كالمحترفين انتهوا قال لك دخلنا الدوحة ثلاثة ساعات نضفناها كلها وعينوا الدوحة دي عمارات ثلاثة ساعات ده النغيب في الميدان ده في الميدان بداوس الميدان ده كلام الميدان قال لك الناس زيل ما يهون الزمان الناس زيل ما محترفين ولا عندهم حاجة الناس زيل بيقوموا جارين الناس القدام دي لك انتهين منهم الصليبة اللي بتقعد في الشارع تقعد لك شهر كامل عشان تمشيط شارع دي لينتهوا منهم الزمان الغوات اللي السيدي دي غوات دربايا وعشرين يوم عشرة يوم ولا من حواضنهم كله نجانب الكلام ده ما كلامي أنا ما قعد في الميدان ده كلام النقيب محمد سليمان قد داك سبعة نقاط قال لك دي نقاط للسخلصة ترجع تقرأ الكلام ده في صفحتي قال لك الغوة الصليبة بتاعته ننتهين منه الناس زيل قال لك في مدرمانة القديمة ثلاثة شهور عشان نصلين حتة محددة الآن ثلاثة ساعات الدوحة ثلاثة ساعات والليلة في مبدت تامنا والراشدين ما شطوا وهم بداتهم عشين كاسحين الناس زيل لا عندهم قوة ولا عندهم قوة مدربة كلهم مستنفرين وخريجين سيون وأكتر هو مدربة عشرين يوم وفي ناس ولم مدربين بس بضربوا كلاش يعني شنو يعني الناس زيل ينتهوا طيب الخلاصة شنو الخلاصة أنك إتت لو سديت المكان المناطب تحت التحرك حقتهم كسبت زمن كسبت مواقع الناس زيل ينتهوا لكن إنتهم يديهم يقاعد الجيش وخليلي شفشافة حرامية يخشوا من غرية لغرية يخشوا ويسرقوا منها والجيش كلهم يكونوا لهم في حتات ومانعوا يتحرك ومديهم مساحة يتحركوا فيها المستفيد منه من الشغول ليه إحنا مدينهم مساحة بتاعت حركة مدينهم انغورة ثلاثين واربعين غرية الواحد يمشي وقلش يسركينه يسركينه ونجيش بتاعي قاعد بالآلاف المؤلفة أنا عندي آلافة تاتشرات لو فكت له خمسمية تاتشر وراهم وغسما بالله العظيم وغسما بالله تنتهي منهم خمسمية تاتشر هذه حاجاتها وورى الناس دي المحل ما يمشون القصة انتهت كده القصة انتهت لكن إنت بتطردونه بتقعد قبلك بتخلونهم يمشوا ويأخذوا راحتهم ويجندوا تاني ويجدوا قراجعين ده ليه مصلحة منهم أفيدونا يا ناس الجيش لو إحنا ما بنتكلم أفيدونا قولينا والله كلامك غلط نحنا جيشنا ما بيقدروا الناس دي المقوى مننا أفيدونا الناس دي المقوى الآن ما عندهم تاتشرات عندهم مواطر الزمانك عندهم السناي والرباعي وقسافة نيران الآن ما عندهم كلاشات واقتر سلا عندهم دوشكا لو المتحرك فيه أربعين عربية بتلقى فوقن اثنين سناي وثلاثة أرباعي وتلقى حتى ما عندهم حاجة كسافة نيران ما عندهم بيستخدموا الطيران المسير الطيران المسير ده بيستخدموه في الاستطلاع يأهول بفكهوا بندفاعات وبجمه يعني ما عندهم حاجة عشان إحنا نخاف منهم ولا عندهم غوة ولا عندهم غيادة مدربة ومواحلة عندهم عندهم أخلاق ولا عندهم دين ولا عندهم أيمان اشتركوا في القناة